السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف ندروا نوع من انواع المقبلات التركية ولا كما نقول لهم في تركيا ماذا المقابلة نتع اليوم بالبيطراف نجيب من اروع ما يكون روحوا مباشرة نشوفوا طريقة التحذر نحتاجوا الوصفتنا لنهار اليوم البيطراف ندر تحبا لحسب الافراد العيلان تاعي تحب انتع بيطراف طيبتها من ليح في الماء بعدها قشرتها و رح نرحيها بالنسبة لمبتدئات البيطراف اغسلوهم من ليح بيش اوم بعد ما تعود لكم ريح انتع التراب في المازان تاعكم زيت عليه شوية ملح عصير انتع ليمون زيت عليه حوالي نص مغرف زيت زيتون اما بالنسبة للطاحينة للبنات اللي يخدموا بها في المطبخ انتعهم نقول لكم دايما خذوا القرعة انتعكم بيش تخلطوا عفو هذيك الطاحينة مع الزيت كما نعرفوا الطاحينة تتخدم بالجلجلان والزيد والجلجلان كيه يثقال رح يهبطت تحت ويطلع الزيت الفوق لهذا خذوها مليح بيش يتخلط الزيت مع هذك الجلجلان اما البنات اللي دايما يسقصوني وش هو النوع انتع عفوا اليورت الطبيعي المليح هنا في التركيا ننخدم بهذا السزمة اليورت اني بريت لكم العلبان تاعه نزيد هنا يا مغرف تكون معمرة شوية من اليورت برق البنات اللي يرون في الزائري اللي درتوا هذك يورت ناتور نقصوا له برق هذك المال اللي فيه وستعملوا اليورت هنا بعد ما شفتوا رح يتكامل هذوك المكونات كيما قلت لكم البطراف غير طيب ومليح او رايح يترحى لكم ثمثم اما برك هنا نقول لكم الي كان جدتكم المزان تاعكم هذي ولا المقبلة هذي شفتوها يعني ثقيلة تقدرو تخلو شوية ما من هذك انتع البيطراف اللي غليتوه فيه وتزيدوها عليه بعد ما ترحوا ولا تقدرو تاكلوها هكذا هنا في تركيا المزاه هذا هو القاوة منتاحة يعني مجيش ثقيلة ومجيش جارية بزاف هنا كما راكم شفتو انا درت هذا الشكل عادي فرقت هنا في الوسط ومبعد بالمغرف دورت عليها زي انتهى هنا بورقات انتع مع دنوس وزدت عليها شوية من الفوق زيت زيتون وهكذا كانت المزا ولا المقبلة انتع نهار اليوم راه يواجده شفتو سهلا وجي بزافة بنينا خاصة اللي حبو البيطراف هذي هيا وصفتنا حبيبتي لنهار اليوم وقلكم انتظروني في فيديو لاحق وصحف طوركم